أكدت صحيفة جارديون البريطانية أن مياه الفيضانات ومستويات الأنهار في مناطق غرب وشمال سيدني انخفضت أمس السبت حيث اندلعت أشعة الشمس بسبب جهود التنظيف في آلاف المنازل والشركات وتابعت أن حكومة نيو ساوث ويلز عينت منصقين اثنين للإشراف على جهود الإنعاش وقالت أن عمليات التفتيش على 2285 مبنى حتى الآن وجدت 239 منهم غير صالحة للعيش وأضافت أن حركة المرور بدأت تتضفق على جسر وينسر فوق نهر هاوكس بيري حيث غمر الجسر بالمياه عندما بلغ النهر ضروته فوق مستوى فيضان مارس البالغ 13.8 متر وقال مكتب الأرصاد الجوية أن الأمطار ستعود إلى سيدني ونيو كاسل اليوم الأحد مع توقعات تصل إلى 20 ملي متر لكن بقية الأسبوع ستشهد أمطاراً ببضعة ملي مترات فقط كل يوم